السلام عليكم. عليكم السلام. افضل. شو موضوعك? موضوع تحدي لعلماء الشيعة سواء في الحوزات او المعممين في اي مكان في اي بقع من بقاع الارض ان يأتونا بآية واحدة تأمرني بدعاء غير الله. شنو يعني دعاء غير الله? يعني مسلا اقول يا حسين ارزقني او يا علي اغثني او يا مهدي ادركني او يا فاطمة او يا حجة الله او فد. انت عندما تصابه مرض انت ما تروح. بروح للميكانيكي. يعني انا مليه ما للطبيب دو. الطبيب دوات اه وسيلة. لكن الطبيب لا يشفي. والطبيب بيموت بنفس المرض اللي بيعالج به كثير من الاطباء يموتون بنفس الامراض اللي هما بيعالجوا منها. والطبيب لا اأخذه واسطة بايني وبين الله. وقبل ما روح للطبيب بدع الله تبارك وتعالى. انت بروح الامام الحسين الفاتح غرفة عمليات عندكم في ضريح قربلاء يا عم أنا ما لي وما للطبيب اللي بقول حساني بيعمل لكم عمليات هناك الكلام ده غريب قوي يا ضيف الشيعي شفت أنا سألتك قرآن رحت لي الفلسفة ومنطقة سألتك قرآن رحت لي للطبيب أنا بقول لك هل يوجد أي في القرآن تأمرني أو تجيز لي دعاء غير الله تفضل اي نعم الدليل الأول الله أولا قال الله تعالى حاكم قصة المؤمن من بني شرائيل عند استغاثة موسى عليه السلام في أثناء تشاجره مع ذلك الفرعون الكافر فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى على الذي من عدوه فوكزه موسى هل موسى مشرك؟ المفروض العكس المفروض العكس تقول هل الاستغاث بموسى مشرك مش موسى مشرك أجوبك على هذا أول حاجة عندنا نوعين من الاستغاثة الاستغاثة بموجود قادر بمعنى أنا أسألك سؤال وتجاوبني صراحة عشان أجاوبك على السؤال ده بوضوح لو أنت الآن أنت بتعرف تسبح تعوم طبعا لو واحد ما بيعرفش يسبح وفي حمام سباحة وبيغرق وأمامه مدرب اسمه جون هيقول يا حسين أغثني ولا يا جون نجيني هيندى على الحسين ولا جون لا يقول الله يقول يا الله يا الله أغثني ما هو ما نقول له بنادي يا الله بس أنت أمامك دلوقتي المدرب هو ما يعرفش أنك بتغرق ومديك ظهر امام الله امام الله يقول ادعوني يستجب لكم الله جميل يعني يا الله وأخذ بالأسف يعني هتقول يا الله هتقول يا الله هتقول يا الله نجيني من هذا وانت ما بتعرفش تعوم وأمامك المدرب مش هتنادي عليه طيب لا لا مش طيب أجيبني الأول لا لا أجيبني الأول مش هaterorحي من أو الشمال أجيبني شفتِ اللف والدوران أنا لو موجود لا أقول يا رسول الله وأنا بقول يا الله دائما وأبدا ولكن هنادي على هذا المدرب ياجون تعال انقذني هتنادي ياجون انقذني ولا لا الله ماذا يقول لا 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 لم اسألك من القرآن الان انا بقولك انت لو موجود هتنادي وتقول ياجون انقذني هتنادي على جون اذهب الى الله يغيتك عموان اجيبك بقى خلاص انا بس حبيت ابين لك لكن انت انسان معاند فالمجال ان انا كمل معك هيبقى عناد وخلاص ولا تريد الحق اجيب ديوفنا الشيع المحترمين اللي موجودين معي في البس الان ضيف الشيع المحترم انا دلوقتي لو انا موجود سيدنا الاستغاثة الاول سيدنا موسى فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه هذا الاستغاثة فيما يقدر عليه الموجود زي المنبى ينتلك دلوقتي هذا المدرب السباحة اللي موجود فلو يقدر ان ينقذك فيجوز لكنك تناديه لو انت الان في لس داخل على البيت عندك ويريد ان يقتلك وانت وحدك ومجموع من اللصوص هل لو نذيت على الجيران يبقى دي استغاثة شركية لا بشرتين اثنين ان يكون المستغذب ده وتحاضر موجود واثنين ان يكون قادر ان يكون قادر ان يكون اقصد حي واثنين قادر حي حاضر بمعنى ايه ان ما انفعش يكون اللي انت تندعليه في دولة تانية في مدينة تانية وانت تقول يا فلان يا حجة الله مهو موجود في الارض لا لابد ان يكون حي حاضر موجود يسمعك واثنين ان يكون قادر حي حاضر قادر فتستغذ به فاستغثه الذي من شعاته دول والراجل هيقتله فاستغثه بموسى الحي الحاضر القوي فاستغثه الذي من شعاته فقده عليه فبس فدي الاستغاثة المشروعة يا حبيب مش اللي انت بتروح لقبر هيقة العظمي وتروح تستغيثه ده بيستغيثه بقبر القليني ايوالله ايوالله العظيم بيستغيثه بقبر بحاولة يعقول القليني اللي بيكون بتحريف القرآن بيروح له هيقة العظمية عبدت هيقة العظمية يا ذنبين فبيروح لهذه الهيقة العظمية ويستغيثون بها ويطلبون منها وينادونها من دون الله تبارك وتعالى فبيستخيصوا بهؤلاء الموتة الذين لا يسمعونهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة يكفر بيكم وبشرككم هذا يشيع يوم القيامة قال البيت دول هيكفروا بهذا الشرك الذي تزعمونه أنه توحيد أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة